تتواصل فعاليات اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم فعاليات اليوم الرابع مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناقش العديد من الموضوعات منها الابتكار في مقيس التنمية البشرية واستخدام البيانات الضخمة والدكاء الاصطناعية في تتبع تقدم التنمية ومكافحة السمنة واعتماد نمط حياة خال من التابغة وإعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشرية وإعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها وتحويل نظام الأغذية الزراعية من أجل صحة السكان فضلا عن منقشة القدرة على السمود في مواجهة التغيرات المناخية